يا مساء الأنوار يا مساء الأنوار على حضرتكم جميعا يا أهلا وسهلا في جزء الثاني من هذه الحلقة وفي إطار مباراة لا تنسى هتكون مباراتنا النهاردة بمشيعة الرحمن نهائي كأس الكووس الإفريقية 85 الأهلي أمام ليفينتس الناجيري انتهى هذا اللقاء بفوز النادي الأهلي بهدفين نظفين لالكبات المجدي عبدالغني وزاكريا ناصف هيكون ضفنا في هذه الفقرة على الهواء مباشرة من هنا من الستوديو هو الكابتن طبعا مجدي عبدالغني جزء الأول وكالة عادة باقة من آخر الأخبار ومستجدد بنبدأ بسؤال حضرتكم على صفحتكم مثلا وارع الفيسبوك السؤال بيقول بعد ما أحمد فتحي خلاص غادر القلع الحمراء بترشح مين في مركز الظهير الأيمن في النادي الأهلي عارفين طبعا برحيل أحمد فتحي لم يتبقى كباكي مين أصلي إلا محمد هاني من المؤكد النادي الأهلي يحتاج إلى باكي مين تاني حتى يعني يضمن استمرية هذا المركز بفعالية مين من وجهة نظرك يعود غياب أحمد فتحي ويكون موجود في هذا المركز بصحبة محمد هاني كباك يمين طبعا كالعادة بنتكلم كلمتين عن كورونا ما هو كورونا فرض نفسه على كل الأخبار وعلى كل الحكايات وعلى كل الروايات ومن ثم لابد أن احنا في البداية ناخد كلمتين كده في السريع عن كورونا بداية الكلام اللي أنا بحب أكرره يوميا مسألة أنه لابد أن نتحلى جميعا بحالة معنوية عالية بحالة معنوية عالية مش عايزين إطلاقا أي حد يمر بأي لحظة إحبار خالص حالة معنوية عالية هي جزء من منعتك زي ما كل الدكات رألونا الأمر الآخر لا تهتم كل يوم بأخبار الوفيات وماذا حدث هنا وهنا 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 وتفضل تعد أمريكا بقوا كذا دي بقيت كذا دول بقوا كذا بقى أسبانيا أه 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 تهتمش لأن أنت في الأول وفي الآخر زي ما دام من بقول كل يوم لا هتقدم ولا هتأخر وجملة الشهيرة ملكش فيه قصة كلها أن حضرتك خلاص وحضرتك طبعا عرفتوا التعليمات وكلنا حفظناها عن ظهر قلب ومطلوب مننا أن ننفذها بحزفر ومن استهترش لحظة واحدة في تنفذها لأنها الملاز الحقيقي والوحيد لنا للخروج بمشيعة رحمن من هذه الجائحة من هذه الجائحة المعنويات العالية محاولة تغيير الأجواء بشكل عام حتى وإنت جوة البيت حاول تغير أنشطتك حاول تغير مشاهداتك حاول أن أنت ما تتفرجش طول النهار وطول الليل على قنوات تبث أخبار الكورونا وطبعا مشتمش محتاجين أن أنا أقول لكم بعيدوا عن قنوات التعبانة بتاعت العالي التعبانة بتوع تركيا دول أو الأتعب منهم بتوع الحظيرة دول ما أسيبكم منهم تماما لأن دول سيظل ألحقت الدفين داخل قلوبهم حتى لو العالم كله تصالح مع بعضه نتيجة أنه لأول مرة في التاريخ العالم كله يمر بجائحة واحدة ولأول مرة في التاريخ تغلق كل المنتديات وكل الأندية وكل الكافيتريات وكل الشوارع وكل 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 في الدنيا كلها وفي نفس الوقت ما حصلتش قبل كده وبالتالي لابد أن يتعاطف العالم مع بعضه لكن العيال التعبانة والحظيرة الكتيانة الاتنين دول عمرهم أبدا ما يكون لديهم هذا الصفاء النفسي لأنهم لا يعرفون معنى كلمة الصفاء النفسي فمش محتاجين نتفرج عليهم لأنه يفضلوا يزئولك في أخبار مضروبة وكذبة حتى يصلوا إلى محاولة إحداث بلبلة واهتزاز داخل المجتمع المصري وأذا لن يحدث على الإطلاق فطبيعة هذا الشعب بمشيئة الرحمن دوما هو التماسك وقت الشد وإحنا كلنا في شدة ومطلوب مننا أن نتماسك ومعنواياتنا تبقى في السماء كمان حمد الله يا رب ألف حمد ما زلنا في مرحلة السيطرة ما زلنا في مرحلة السيطرة بفضل الله وبتكاتف الجميع وبتكاتف الجميع طبعا النهاردة زي ما أنتم عارفين يعني فيما يتعلق بالحالات وما الحالات عندنا طبعا 103 حالة النهاردة وطبعا فيما يتعلق به مثل نظارة كده عشان نظبط نفسنا طبعا عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية ما شاء الله ارتفعت لتلتمية ستة واربعين حالة الحمد لله خرجوا منهم متين سبعة واربعين عندنا النهاردة وفيات سبعة إجبال الوفيات تمانية وسبين طبعا لما بتتكلم في تلتمية ستة واربعين ضيف ليهم التمانية وسبين اللي هما الوفيات يعني بتتكلم في ربعمية وشوية هتشيلهم في الالف مية تلاتة وسبين يعني حالات اللي عندك هتبقى وذن سبعمية تقريبا سبعمية تقريبا سبعمية تقريبا وده عدد بفضل الله الحمد لله يا رب عدد مقبول مش عايزين يعني عايزين دايما احنا نضغط نضغط على الفيروس ما نبدوش فرصة يضغط علينا نضغط عليه بمحاولة ان احنا نقلل دوما دوما من امكانية زيادة الاعداد طول الوقت حتى لو جالنا يوم قالوا في عشر حالات بس الجديدة جميل بس سنظل دائما على تمسكنا وعلى التعليمات اللي احنا اخدناها عشان بإذن الله ان شاء الله يا رب بإذن الله تتطهر مصر ويتطهر العالم طبعا طبعا ان شاء الله كله من هذا الفيروس العقيم بمشيعة الرحمن طيب من الحجر الصحي بمرسى عالم فريدة عثمان بطلة مصر والعالم في السباحة يا كابتن فريدة مساء الانوار مساء النور ازاي الاحوال الحمد لله كويسا انا اسمعتلك مكلمة تقريبا امبارح او اول امبارح وعلى الهواء في احد البرامج طبعا الخاصة بانترتيمنت والكلام ده اولا انت وصلتوا بالسلامة من امريكا امتا احنا وصلنا يوم تلاتة ابريل تلاتة ابريل واحنا النهاردة ستة ابريل خمسة خمسة يومين طبعا يومين عدوا طوال شوي هو ما بتكون من عندك تمرين كل يوم وصحيان بدري من ولا حاجة اكيب بتحس ان اليوم طويل اه طبعا انت كنت في امريكا يوميا بتتضربة بتصحم الساعة كم بقى في امريكا كنت كنت ببتدي سبعة الصبح وما مارجعش ببيت غير مسلا طبعا شيء عظيم الدولة بتوفر دلوقتي ما شاء الله بينزلوا في مرسى عالم مرسى عالم ده مكان سياحي كبير جدا وحاجة جامدة جدا جدا وبعدين شوف قالت هنا احسن من امريكا الحمد لله رب الف حمد ده من فضل المولى سبحانه وتعالى علينا من فضل المولى سبحانه وتعالى علينا الحمد لله رب دايما مصر محمية بفضل الله ان شاء الله طيب نروح بقى انا اتكلمت بقى كلمتين خاصين بكورونا مش هايزين نطول اكتر من كده اهم عنوان عندنا معنوياتك تبقى عالي حاول تخلي بتسامتك دايما على وشك طول ما بتسامتك على وشك الدنيا هتبقى لطيفة جدا 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 وبعدين في البيت طبعا الزوج والزوجة طول الوقت قاعدين فوش بعض خليكم لطاف خليكم لطاف فيش داعي بقى لقى نقف على الواحدة هنا والواحدة هنا وبعدين الراجل ما يتدخلش في كل حاجة ايدي محطوطة هنا ليه ايدي عملت كده ليه قلقتش ليها من هنا الملكش داعو الملكش داعو اللي يطلب منك يعمله في شوية مواعين مفيش مانع اطلاقا شوية روسة عايزين يتنقوا المشكلة يعني يعني كده يعني خليك لطيف خليك لطيف وانت كمان خليك لطيف خلي البيت حلو ولطيف وخليه يبقى يعني قعدة حلو عشان ما يبقاش قعدة في البيت وكمان لا سمح الله فيه اي مشحنات او حاجة خالص 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 طيب نتفرج بقى على شوية فيديوهات كده متعلقة بحكاية كورونا طبعا لطة الاخيرة دي اعتقدنا في المانيا واحد لبس ديناصور ونازل بقى عشان يرمي الزبالة طبعا هو بيعمل مشهد كوميدي ما زي بقول لحضراتكم لازم نطلع الجانب الفكاهي جوانا لازم يطلع في التوقيت ده واللي يقدر حتى يساعد في ده مع المحيطين به لمانع اطلاقا فعمل ديناصور زي ما تشوفته يرمي الزبالة والبوليس وقفوا بتاعه والدنيا كلها طبعا بتتحك عليه الاولان يبقى اللي جيب حبل الغسيل وشغل الانون استطيفة جدا والله لطيفة جدا افكار افكار بتطلع وقت الزنق طيب ايضا من مرسى علم ومن الحجر الصحي اللعبة المصرية المحترفة من القاهرة اه من القاهرة طب تمام من القاهرة ماشي اه سارة سارة عصام المحترفة في نادي ستوك سيتي يا سارة مساء الانوار اه لو زي حديدك يا كابتن يا ربي خليك زي الاحوال الحمد لله يا كويسا حجر الصحي دلوقتي ربنا يا خليك انت في قوتيل في القاهرة اه انا في فندوق الميريدين اللي في مطار القاهرة اللي في مطار القاهرة ده بيستخدموه حاليا كحجر صحي لللي جايين من بار اه احنا حاليا ما فيش غير الناس اللي جات من طيارة لندن اه من 3 ا 4 ايام ايوة وزون الناس اللي جات من تاريس برضو اه كل واحدة كل حد واخد قوضة منفردة اه طبعا اكيد اه كل حد الواحدة والدكتور الزيجي ويكشفوا علينا مرتين في اليوم اه وبيجبونا الاكل برضو من حد الباب بيخبطوا يدونا الاكل اه الاكل على الاعلى مستوى بصراحة القتل على الاعلى مستوى اه وانا برضو عايزة اذكر الدولة عن مجهودات اللي عملتها بصراحة ان هي جابتنا من برة اه اني انا واحدة كنت في غربة وفي الظروف دي بصراحة يعني انا فخورا ان بلدي رجعتني فعلا اني الناس ال اني الناس هنا اللي مرعوبة غير الناس اللي برة طبعا وسيفة الظروف يعني اه ادي بلدنا يا جماعة دي سارة عسان بتكلمنا ايضا وقد ايه بتحس الكلام هو طالع من القلب كلام هو طالع من القلب تجاه الوطن وتجاه الدولة وبتعمل ايه الدولة وبتوفر ايه الدولة والتعامل شكله ايه دي مصر دي مصر ودي ادارة مصر لكل الحاقدين دي مصر ودي ادارة مصر مهما حاولته ومهما عملته ومهما تحنته في نفسكم لن تؤثروا اطلاقا على مصري شريف واحد واحد لأنه كلنا شايفين واللي ما يشوفش من الغربال يبقى أعمى اللي ما يشوفش من الغربال يبقى أعمى طيب أنا ببقى سعيد جدا لما أقول حاجة وبعدين يبتدوا يعملوا عليها فيديوهات بفرح جدا والله حتى لو البعض اعتبرها ترياء أنا ما بيعتبرهاش كده إطلاق فأنا كنت عملت حاجة طبيعية جدا وما أصدتش بيها أن أنا يعني وملايين بيتفرجوا خالص والله عملتها طبيعي وبعين بقيت لطيفة نشوفها كده تشوف إيش هودي إيدي عند وش مبدأ أي طب لو أنا مثلا سامحوني بقى في اللي جاي في النهاية إحنا بقينا كلنا يعني إيه البوسات أحمدي بدتكلم براحتنا يعني طب عايز مثلا إيه عايز أهرش مراخيري هتموتني عايز أهرش حمكة أهي خلاص قديني هرشت طب عيني يحب تعيدي رمش عينو يعني عايز أدعاك هعملها كده مثلا مثلا ما عليش سامحوني في اللي أنا بعمله ما إحنا بنصرف مع بعض يا فريدة يا أمر يا فريدة يا أمر يا أمر 14 حلو اللي أنت عملتيه ده جدا بس إيه مش عايزك تعملي بشعرك لأن الشعر ده بيبقى ناقل للكورونا لا سمح الله ألف بعد الشر عليك فكده زي ما أنا عملتها في الأول يعني وبشكرك يا حبيبتي إن أنت يديتيني فرصة إن أنت تبقي أنا يريت أبا أمر زي كده أبا أم يريت يريت طيب طبعا كلام كتير جدا اتقال على تخفيض العقود واللعبين وما اللعبين لسه ما سمعناش حاجة في مصر حتى هذه اللحظة ولكن يبدو أن لدينا جديد في النادي المصري معنا المدير الرياضي للنادي المصري كابتن عبد الظهر يا مسائل أنوار يا بوكبات يا مسائل أنوارك وحشني وحشني جدا والله الله يخليك يا حبيب ربنا يكرمك وبعدين وحشني الأهداف اللي بجيبها في فرقتك آه صح دي عندك فيها حق لا أعطي حق إيه ده أنت بتهرسنا يا راجل لا يا راجل لا لا كابتن أنت الأصل أنت الأصل ربنا يخليك يا بوكبات الحمد لله قولي بقى إيه الأخبار فيما يتعلك بجزء اللي أنا قلتها ده في النادي المصري والله يا كابتن إحنا بقالنا فترة إحنا طبعا آآ الرئيس آآ سامير حلبية طبعا آآ بدنا نتناقش إحنا بمجلس الإدارة آآ آآ ايه السيناريوهات اللي ممكن تحصل لو الدور تلغع لو الدور تكمل فطبعا آآ كان فيه بعض التصورات والحوارات معنا فطبعا جزء من منظومة هو اللاعبين اللي موجودين معنا آآ الجهاز الفني اللي موجود بكياب الكامتر العشري أنا كمدير رياضي للنادي آآ الحمد لله كل المنظومة اتفعت إن إحنا آآ مسندين للنادي المصري طبعا ده ندينا وده آآ يا مادة للناس كتير قوي واللعبة اللي موجودة فقررنا أنا أنا شخصيا خمسين في المية كراتب آآ مني شخصيا آآ بتنازل منه للنادي المصري وده كان المبادرة الأولينية اتنين الكابتن طري العشري وجهازه الفني خمسين في المية من رواتبهم اللي موجودة ثلاثة وده الأهم يعني وده الجديد يعني إن إحنا حصل معايا حورا كتير جدا مع اللاعبين والحمد لله رب العالمين كلهم متفقين إن هيدوا النادي أو هيتنازلوا عن خمسين في المية من رواتبهم اللي بقية من العقد التاحهم للنادي المصري وده وفاءا ليهم والإحساس بالمسئولية والإحساس بالأزمة اللي موجودة لأن انت عارفة كانت إن الأندية كلها خسرانة في الكصة دي طبعا طبعا الكلام ده بييجي برضا وبييجي بما تنفعش تجبل اللعيب وتقوله أنت لازم تتنازل وما تنازلتش هعمل في كذا لا لا طبعا اللعيبة دي كبار وأنا بحييهم من خلال منبرك الإعلام الكبير طبعا على الروح الجميلة لناديهم لأن طبعا دي تقريبا أنا أخطبق أول حاجة في مصر اللعبين يتنازلوا عن مستحقاتهم اللي صالح ناديهم وده لو ده اللي يدل إن اللعيبة بتحب ناديها ومنتمرها طبعا وبتقع في جنب مجلس إدارتها في الأزمات وده مهم جدا التكاتف في جميع المنظومة يعني سواء مجلس إدارة مدير رياضي جهاز فني جهاز طب لعبين كله كله طبعا وده معناه بقى أنه النادي هيوفي الاختزامات الخاصة بقى بالعمال اللي هم المسميين والناس اللي هم آه طبعا مش كده برضو؟ لا هو ما خلاص العمال ما لهمش ده عبو الكصة دي خلق تماما يعني ياخدوا أصلي مرتبتهم كاملة يعني آه كاملة لا كاملة طبعا آه كمان ما نقدرش فيه مجموعة فيه كمان عندنا بعض الرواتب اللي إحنا مش هديك جلبها آه اللي هي يعني يعني ما ينفعش إن إنت تخصم منها 50% ما ينفعش فدي سعيبنا زمهية طبعا وكل شي يعني ده شيء محترم جدا وأعتقد كده أنتو أول نادي في مصر يقدم لنا هدي البادرة فيما يتعلق باللاعبين تحديدا بالزبط يا كابتال بالزبط هم بقولهم في عقدهم قد ما يخدوهوش مستحقا أربع شهور أربع شهور أربع شهور لا برضو هنوها لحضر كابتال مدحط هم خسرانين نسبة المشاركة برضو آه ونسبة المشاركة كمان آه بالزبط خمسة وعشرين زائد خمسة شهرين كمان آه فدخلين على خمسة وتلاتين في المية من عقدهم آه خمسة وتلاتين يعني اللي بياخد ألف ياخد ستمية وخمسين مثلا يعني بالزبط 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 طبعا كويس ودي بقدرة يعني لأن احنا أنا بقول أن دايماً منظومة واحد ما يفعش حد في المركب يقول أنا اتنزلت والتاني مايتنزلش لو في قلنا كلنا لازم نشيلها طبعا طبعا مرافو عليك صح طبعا مئة في المية طبعا يعني أنا طبعا بحييك وبحيي طبعا سامير بي حلبية ومجلسه وبحيي الفرقة بالكامل بس هم زعلين منك كابتال ليه بقى قولي ليه قولي دكويس وحنا على هواهو قولي ليه آه آه لا يعني زعلين يعني أنت أكتر واحد مساند للناد المصري طبعا أنا عارفوك أنا شخصان أنا بس يعني خليك معانا بفترة اللي جاية إن شاء الله مليون المية مليون طبعا أنا فاكر آه كان سامير بي زعل لما هو كان اقترح عدم استكمال الدوري وأنا قلت الكلام ده ما ينفعش بالزبط وقتها وهو طبعا عشان برضو نكون صراحاء يا بو كباتن تمام فيه وقت بيبقى إحنا عايزين البلد كلها تقوم بالزبط أنا فاهم طبعا أنت فاهم أنت فاهم وفي وقت آخر بيبقى أمر واقع خلاص ما نقدرش نامل في حاجة صح لأنه لو كان فيه نشاط ما كناش برضو عنينا قوي من الضائقة المالية بالزبط بالزبط لكن طبعا ده سامير بيه حبيبنا واخونا العزيز يعني ربنا خليك وكباتنا شكرين جدا شكرا بنا خليك شكرا شكرا جزيلا طيب نتمنى الأندية الأخرى تحزو حضو النادي المصري بتكلم على الأجهزة الفنية واللاعبين اللاعبين تحديدا تحديدا لأنه أنا كمان مش بوفر خلي بقى لك أسانا لو النادي ده ملك شخص أنا هقول لك هنا إيه زي ما روني قال هناك في إنجلترا هو أنا هوفر للملياردير ملك النادي لو هنا ملك شخص هنا النادي مش ملك شخص ملك الدول وحتى الرؤساء الأندية اللي هم في بعض الأندية اللي إمكانياتها مش قوي بيدفع من جيبه يعني أنا هنا ما بوفرش له أنا بوفر للعاملين الغير قادرين بوفر للنادي اللي لو قدر يوفر مبلغ زي ما سامير بيه حلبية برضو عمل وجاب ستة أجهزة تنفذ صناعي للمنطقة الصحية في بورسعيد شيء عظيم أنا في كل الأحوال بعمل ده لصالح الغير قادرين جوه النادي ولو توفر الأموال اللازمة بشتري حاجات صحية بدعم الدولة في اتجاه وفي آخر في ظل هذه الظروف نتمنى اليومين الجايين دول نتكلم على أندية أخرى بتقدم لنا مثل هذه المبادرات كنت بتكلم مبارح على ودي دجلة اللي خصص كل الأغذية اللي خاصة بيه حوالي أعتقد خمس تلاف كيلو لحمة ومش عارف إيه وكذا 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 نصهم للعمالة غير المنتظمة ونصهم للمحتاجين حاجة عظيم هذه المشاركة المجتمعية التي يجب أن تكون موجودة لدى كل الأندية بلا استثناء كلهم في مجتمع كلهم في محيطه زي ما كل أوروبا وكل أندية أوروبا بتعمل هذا الكلام حوار آخر ولكن بعد الفاصل كلنا عارفين طبعا أن لجنة الحكام الرئاسية باتحاد الكورة كانت قد تقدمت باستقالاتها برئاسة كابتن طبعا جمال الغندور وفق الكلام اللي طلع أن الحكام ما بياخدوش فلوس قدلهم سبع شهور مباشرة طبعا ظهر في الضوء بالنسبة لنا كمتابعين أن الكابتن سمير محمود عثمان مرشح أول لرئاسة لجنة خلفا لكابتن جمال الغندور ولكن كان له تصريحات خاصة خلينا نمسي عليه يا مساء أنوار يا كابتن يا مساء الأنوار كابتن مدحة يا حبيبي وحشني جدا أنت كمان أنت كمان يا حبيبي والله دواتي الله يسلطك وحشنا وكل حاجة جميلة فيك وحسيني والله الله يخليك يا بوكبات أنت طبعا عملك في البنك بتروح يوميا آه آه يوميا آه بروح بس تعرفين طبعا بقت من تسعة الواحدة ونص دعني هي توقيت رمضان آه بتاعي رمضان من تسعة الواحدة ونص آه بالزبط آه بعد كده بتروح على البيت مباشرة ولا عندك أي أنشطة لأ ما فيش أنشطة بروح بس على والدتي الأول ولا سلم عليها بطمن عليها شو بحاوز أي حاجة وبعض كده برجع بقى آي البيات الشتوي من الساعة خمسة ونص وستة لغاية تاني يوم بقى لغاية تاني يوم تمام تتحرك يعني من البلكونة للأوضة تطلع فوق شوية تنزل تقعد تحت كيانا بتغير للأماكن يعني لازم لازم آه الله وعايزين نتحلى بالروح العالية عشان كل اللي حوالينا يبقوا سعاداء ومبسوطين بص مصلحتنا إن إحنا نقعد اللي عاوز يتمتع بالحياة لازم يوعد اليومين دول رفا شو يحفظ على نفسه وعلى أسرته رفا طيب بعد استقالة كابتن جمال الغندور كان لك تصريح عنيف شوي تمام أولا هل حد عرض عليك أو اتكلم معاك في العودة لرئاسة اللجنة أنا ما فيش حد عرض علي خالص يا كابتن متحط وأنا كان تصريح واضح جدا لو حد عرض علي اللجنة الحكام الرئيسية في الوقت ده وانت لقرفه تماماً في وجود عمر الجنيني تحديداً ليه يا كابتن سامير شمعنا عمر الجنين بص يا كابتن نقول لحضرك حاجة أما كان كابتن جمال موجود في أما جيل اللجنة أول أنا ما مشيت أنا ما صرحتش ولا تصريح وقلت أنا مشيت ليه ولا ما مشيتش ليه فضلت ساكت خالص ليه لأن في لجنة خلاص جت لازم كلنا نقف صف واحد مع رئيس اللجنة ومعرفه كام عشان فيه مسابقة شغالة تمام فأول ما كابتن جمال سبل اللجنة وتم سؤالي السؤال ده ترجع للجنة وقلت لهم يا جماعة أنا ما حدش عرض علي ولو حد عرض علي أنا أرفض الشتغال مع عمر الجنيني شخصياً ليه بقى؟ أيوة أنا ما جيت في شهر أغسطس أما دكتور سروة سويلا معيني رئيس نجلة الحكام المصرية كان شرف لي طبعاً أخذ منصب ده أخذوا ناس كتير جداً أنا عدت حوالي 25 يوم من وجهة ناظري يعني بازلت مجود إلى حد ما كويس من ضمنها عشان أختصر على حضرتك الوقت اللايحة الجديدة اللي احنا رفعنا فيها بدل انتقال الحكام لـ 5000 جنيه وحاجات كتيرة جداً كنت عرضتها على حضرتك قبل كده من ضمنها المشروع للتأمين ومشروع بداية مع موضوع الـ VR تقنية الفيديو والسماعات ابتدأت أتعاقت عليها مع ألمانيا وبعدت الاتحاد دول عشان أعمل مصدرك يعني عملت كم حاجات كده من ضمنها طبعاً أهم حاجة اللايحة اللي اعتمدت الدكتور سروة سويس بعد كده أنا بعمل اختبارات الليقة اللي بداني كنا عملنا حوالي 12 اختبار الليقة بداني حول الجمهورية كلها كنت في ملعب قوات المسلحة وكان جنبي توفيق السيد الرئيس المتحكم القاهرة فقال لي ده أستاذ وليد أرعوز يكلمك أرعى أستاذ وليد قال لي زيك أمور عملية أخبارك أنا اكتماعي كويس أنتو الاتنين الرجال بنوع بالضبط كده فقال لي والكلام ده طبعاً أنت حضرت مسموع جداً ومشاهد جداً أكيد أكيد واحد من أعضاء اللجنة الخمسية سمعنا دلوقتي ياريت ياريت بعد أي حد يعقب على ما أنا بقوله قال لي دلوقتي أنا في المجلس الإدارة وفاتح وكل الأعضاء وصادي وإنت عارف إن إحنا ماشينا كل اللجان معاً ده إنت أه إنت كلنا عاوزينك تبقى معنا وهتمسك موضوع وكابتن جمال مصمم إن إنت تبقى معاه النائب بتاعه رقم واحد معاه قال له كابتن جمال ماله باللجنة قال لي ما كابتن جمال جاي اللجنة هيبقى الرئيس وإنت في نائب بتاعه هو مصمم إن إنت تبقى معاه ورحت قلط له بص يا عمر إنت فاتح السبيكر قال لي قلط له أعضاء مجلس إدارة معاك قال لي قلط له بص يا عمر كده إنت بدتها غلط المفروض إما تيجي مكان جديد وفي واحد موجود بتيجي بتستدعي مش بتكلمه في التليفون وبتقول له إنت عملت إيه الفترة اللي فاتت وإيه هي الخطة بتاعتك وأنا هعرض عليك والله أنا أفقاري والخطة بتاعته وان تو سري والله يا هتقبلها وتعجبك يا هتقول لي لأ شكرا أنت مش هتبقى معنا إنما تقول لي مرة واحدة لأ أنت هتبقى مع كابتن جمال محترمي كابتن جمال أو الشخص الموجود في هذا الوقت قلط له ده مش عمل إداري ولا احترافي صح نظر تسمع الخطة بتاعته يا هتقبلها يا هتقبلها وبالتالي يا عمر أنا مقدرش أكمل معاك قال لي ما تستعجلش دي فرصة قلط له لا يا عمر ما فيش استجال عشان ما تضيعش وقتك والله تضيع وقتك بالضبط كده وعشان ما تضيعش وقتك ولا تضيع وقتك أنا مقدرش أكمل لسبب بسيط يا عمر ما فيش لوة بيبقى عميد وقفلت ومن ساعتها أنا ما كلمتش حد خالص ليه حرصا عن المشابة وحرصا واحتراما لكابتن جمال اللي جي مكاني مسك رأس اللجنة ما تكلمتش خالص إمتى أقول الكلام ده أما الدور يكون واقف أو النشاط وقف ليه عشان ما عملش بلبلة في صفح الحكام لأن أولا وأخيرا أنا حكم قرى ولازم أحمي الحكام زميل الأصغر مني والأكبر مني مقاما وسنا وكل حاجة نعم بقى هو الموضوع كحت المتحد تمام تمام رأيك في ترشيح أو ترشح كابتن أحمد الشناوي ممتاز طبعا كلهم ممتازين كلهم ناس أفاضل دكتور عزب كويس كابتن الشناوي كويس كابتن وجيه طبعا كويس جدا في ناس كتيرة على فكرة يعني أنا بقول لك ربنا يولي اللي يصلح والعملية هتبقى أسلح العملية هتبقى أفضل على فكرة الفترة جاية أسل طبعا بعد البار بالضبط كده مع تقنية الفيديو طبعا البيئار طبعا هتتهل أمور كتيرة جدا مم أموما أنت لا واضح أنت خرجت تخرجت من الباب الكبير من اتحاد الكورة يا بوكبات من الباب الكبير الحمد لله كفية احترام الناس وحب الناس طبعا تتشرف أي مكان يا بوكبات الله يخليك بتميت حد مشاكر جدا شكرا يا كبسامير أشكرك شكرا جزيلا شكرا الله يخليك كان مهم نوضح للناس أنه هو قال تصريح نقتضب فكان مهم نسمع القصة دي أنا بسمعها مع حضراتكم لأول مرة الحي طيب سريعا كده المهندس هاني يا بوريدا النهاردة اقترح اقتراح بإنشاء صندوق فيما يسمى مكافحة كوارث الرياضية بعد طبعا موضوع كورونا وتوقف النشاط وكده 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 هناك طبعا فئات كثيرة من الرياضين قد تأثرت بقوة بتوقف طبعا النشاط هو اقترح النهاردة هذا الاقتراح وهل أن احنا هنصرف من ناتج الاعانات والمعونات التي تقدم لهذا السندوق على محورين المحور الأول هيوجه إلى ودارة الصحة ومجلس الوزراء اللي بيسعوا بقوة احتواء هذا الفيروس وجزء تاني إلى كل العاملين في الحقل الرياضي اللي تأثروا بشدة بفيروس كورونا ودعا من خلال هذه الدعوة كل شركات الرعاة سواء داخل مصر أو خارجها ووعد من خلال موقعه بالاتحادين الدولي والافريقي كعودوا في المكتب التنفيذ أنه هو يدعم هذه الفكرة وقال أنه هو أول المتبرعين لهذا الصندوق وأكد أن هذا الصندوق يجب أن يكون تحت رعاية ودير الشباب والرياضة وأنه لا دخل له لا من قريب ولا من بعيد بإدارة هذا الصندوق ولكنه مقترح هيدعمه بقوة وهيحاول ويتعاون معه من خلال اللي أنا قلته تحية طبعا للمهندساني على هذه الفكرة ونتمنى أن هي تجد طريق للنور طيب طبعا المحاضر الدولي الكابتن أحمد الشناوي أبو كابتن مسائل أنوار أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أنت طبعا راجل فنان وعمك مأمون الشناوي الشعر العظيم وهناك أبيات من الشعر كثيرة في مقدمتها اسأل مرة علي قل لي أسوتك إيه كمل آآ أنا اسأل مرة علي قل لي أسوتك إيه قل لي أسوتك إيه ولا ليه قل لي أسوتك إيه أيوة كده أيوة كده قول طيب ما بتسألش ليه الأول ما بتسألش مين على مين على أي حد يا كوتش على أي حد ربنا يخليك أبتميتها من تخبرك إزاي كنت الأول ربنا يخليك أبوكبات قل لي ترشحت لرئاسة اللجنة في اتحاد الكرة والله الأمر ده ما حصلش ما حصلش كلمني ما حصلش خالص لا ما حصلش خالص الله وما لكلام اللي في المواقع والكلام ده كله إيه والله يعني ما حصلش كلمني طبعا أنا إنت عارف اللي أنا الموضوع بالنسبالي موضوع اللجنة أنا ما عنديش عندي رغبة ليش رغبة في الموضوع ده ما عنديش رغبة؟ آه إلى جانب أنا شايف الفاتر موجود كان اللي هم الدكتور عزم وكافة نوجي موجود أنا شايف يعني يقدر يكمل ويقدر يشتغل ويقدر يشتغل ويقدر يشتغل في الأمر ده وده يعني ما يقللش أبدا منه من أي حد موجود لكن لو طبعا هناك طلبين مني أي حاجة يعني مساعدة في أي حاجة عايزيني في أي حاجة أنا عمري متأخر لكن بشكل رسمي أنا برفو طب الجملة الأخيرة دي عمري متأخر يعني أنت لو عرضوا عليك تروح رئيس لجنة؟ لا 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 أنا بكلام متأخر كانوا عايزين تتعاون من الخارج يعني آه يعني أكون في أي حاجة عمري متأخر أبدا عن التحكيم ولو الحك لكن ما عنديش عنديش رغبة أن أنا أمسك التحكيم آه ولكن لم يعرض عليك لا ما أحدش ما أحدش لم يعرض عليك تمام 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 يا الله بالتوفيق أبو كباتن بشكرك أشكرك شكرا جزيلا الله يخليك واضح إن الكابتن أحمد الشرناوي أو من من النوم واضح كده طيب آه سوء المصدر في اتحاده كورا الدوري وما الدوري طبعا مفيش حد عنده إجابة على الإطلاق لكن إجابته كان منطقية قالك لو الدوريات في العالم كلها استقنفت هيستأنف عندنا ده أكيد وفي الموعيد اللي هتبقى في العالم كله هتبقى عندنا وأنا طبعا بتفقى هذا الرأي لأنه مفيش مخلوق يقدر يقول دلوقتي الدوري ممكن يستأنف أو لا وإذا استقنف إمتى هيستأنف هو ده السؤال كمان في الكاف قالك شرط واحد لاستكمال دوري الأبطال والأمر ليس صعبا وفقا طبعا لمصدر من داخل الاتحاد الأفريقي قال يعني استكمال المسابقة لن يكون بالأمر الصعب ولكن الشرط الوحيد وده الطبيع جدا أن تكون القارة السمراء بحالة صحية طيبة وكان طبعا مقترح دوري الأبطال يستأنف في الأسبوع الأول من مايو لكن الأمر كان هيبه صعب جدا وزا ما أنتوا عارفين كان المقترح هو في يويندي العاصمة الكاميرونية طبعا واتقال إنه الدوري النص في النهاية من مباراة واحدة والنهاية من مباراة واحدة كلنا عارفين طبعا الأهل والزمالك البوداد والرجاء وكان الأربع فرق يروحوا على يويندي ويلعبوا في دوالة في دوالة أنا أسف في دوالة في دوالة أنا أسف جدا في دوالة ويلعبوا مباراة واحدة ومباراة واحدة يتأهل منها واحد لوحد اللي عبه مباراة نهائية يعني ثلاث مباراة الحكاية كلها إلا هيتلاقه ولكن طبعا واضح أنه الأمر باءت صعب جدا وده ملعب دولة اللي كان مقترح انه تتلعب فيه هذه المباراة لكن زي ما بقول لحضراتكم الامر في هذا التوقيت اصبح صعب جدا لكن وفقا للمصدر قالك سيناريو مقترح بشأن عودة النشاطات الخاصة بالاتحاد الفريقي كلها مرتبطة بالوضع العالمي طبعا اكيد 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 قبل ما نعرض لكم الفيديو الخاص بعصام الحضري وطارق حامد عصام الحضري وفقا للمواقع كان قال اعتقد بعض التصيحات اللي الزمالكوية لقوها مش مناسبة وبالتالي طلع اتكلم نشوف اللقطة دي الاول وبعدين اوديكم اللقطة بقى ظريفة جدا بس شوف الاول عصام الحضري طبعا عصام الحضري نجم كبير والعيب كبير انا والله ما اعرف هو قال ايه بالضبط جاه نادي الزمالكو ولكن واضح انه هو ربما الجملة فهمت خطأ وعصام الحضري لعيب كبير وما فيش شك انه طبعا عشان برضو نبقى واضحين وصرحاء اللي جابه نادي الزمالك في الوقت اللي فيه عبدالواحد السيد لم يكن قرارا حكيما على الاطلاق ما ينفعش خلي بالا احيانا بيبقى فيه امكانية انه اتنين لعيب اكبار بس واحد اكبر من التاني وبالتالي اه ممكن لكن عبدالواحد سيد في هذا التوقيت كان نجم النجوم والحضر في هذا التوقيت كان نجم النجوم فما ينفعش تجيب اتنين بهذا الحجم في نادي واحد صعبة جدا لانه ده عايز يلعب وهذا حقه وده عايز يلعب وهذا حقه ادي واحد وبعدين نمرة اتنين عبدالواحد سيد بيعتبر نفسه وهو حقيقة ابن النادي وده جاي عليه والحضر بيعتبر نفسه جون منتخب مصر وده احتياطي بتاعه في المنطقة كده يعني فالمسألة كانت مستحيلة واللي فكه وانا قلت وقتها للي يتذكر انا قلت وقتها هذا الامر لن يستمر طويلا على طبعا طلعونا فيديوهات اللي قم ده بيلعب فده بيسخنوا قبل الماتش وده بيلعب فده بيسخنوا كده اللي هي الشو بس اللي هو ايه خالد دسم غير حقيق مش طالع من القلب لانه في القلب ده اسد وده اسد اسدين في غابة واحدة ما يتلموش على بعض اطلاق لما نادر السيد راح على عصام كان نادر السيد وكان من وعصام الحضري في الاهلي من وجه زي كان جاب نادر السيد لو تفتكره لكن ظل عصام هو اللي في الصورة الاكبر بالرغم ان نادر السيد جون كبير لكن في هذا التوقيت الحضري كان شارمينج قوي 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 لكن اللي هتسألني انا اقولك ان اكبر غلط اللي انت بتجيب الصداع لنفسك الكوتش اللي بيعمل كده بيصدع نفسه لان اللي قاعد مش هيسيبك في حالك وبعدين لو لعبت ده ماتش وده ماتش ده ماتش ده ما هتقيل وما فيش حد في العالم بيعمل كده هذا والامر يعني طيب عندي قبل ما اكمل اخبار واحد صديقي بعث لي فيديو عن ترامب سنة 2007 ترامب كان غاوي قوي الـ WWE اللي هو مصرعة المحترفين هناك في في امريكا وكان بيحضر وبيعمل حاجات جبارة يعني كان بقيت طبعا عن الصورة تماما فيما يتعلق بالمحفل السياسي اللي ما شافش الفيديو ده يشوفه كده طبعا اللي بيتحلوله ده فينس ماكمان ده احد كان يعني المتحدين امام طبعا ترامب فيما يتعلق بالمرهانات والكلام اللي انتو عارفينه ده بوبي لاشهل ده المصارع الكبير اللي كان معه ترامب اللي كان مكتف طبعا فينس ماكمان يعني مشهد كان لازم تشوفوه للي ما شفوش طيب طبعا كلنا عارفين انه قد صدر حكم على نادي زمالك بغرامة خمسمائة الف يورو غرامة نتيجة طبعا موضوع شيكابالا مع ناديه البرتغالي نادي زمالك لم يكن قد وفى بالمطلوب منه تجاه النادي البرتغالي ومن ثم صدر الحكم بتغريم نادي زمالك هذا المبلغ الضخم خمسمائة الف يورو من هذا المنطلق طبعا وفقا لكلام اللي قدامي ادارة نادي الزمالك طبعا نادي سبورتنجل شمول اللي هو كان فيه شيكابالا قررت ان يتغير المحامي بتاعها وتستعين بالمحامين القدامة اللي كانوا مع النادي في مثل هذه القضايا الدولية المبلغ كبير اوي وليد سليمان عمل النهاردة تويتا غامضة شوية كتب فيها القافلة تسير ونقط طبعا كلنا عارفين الكلاب تعوي والقافلة تسير لكن يقصد بمين بقى الكلاب تعوي الله اعلم يعني تويتا غريبة شوية دي وليده كان لازم توضحها جدا 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 لانها بتحمل معاني كثيرة جدا جدا وعلى ذكر الحكاية وتجديد طبعا وليد سليمان سنتين اعضاء بعض من اعضاء مجلس ادارة النادي هذا خبر مؤكد ابدوا استياءهم من اسلوب لجنة التخطيط فيما يتعلق بملف احمد فتح قالوا لم تكن لجنة التخطيط على المستوى عندما تحدثت مع احمد فتح وخرج الامر امام الرأي العام لا يناسب النادي الاهل وانتقدوا لجنة تخطيط برئاسة الكابتن كبير طبعا محسن صالح مسألة انه هو قال 48 ساعة وترد علينا يعني كان يجب ان يكون هناك مفاوضات ازكى من كده يعني هادي مرحلة الصمت الصمت شوف زكاء عبدالله سعيد عبدالله سعيد راح الزمالك ومضى للزمالك اللي هو الخصم التقليدي الابدي للنادي الاهل يعني جمهور الاهل يوافق ان انت تروح اي حتة غير الزمالك غير الزمالك اه ممكن يلوموك شوية يوافق لكن تروح الزمالك دي الطم الكبر نفس الوقت يا جمهور الزمالك ولو ده غلط كل احوال لكن عبدالله وقتها بزكاؤه افش الارشنات ونمع عليهم وسيكت خلاص بقى دخل وجيب الاسد اتكلم ليه بقى مالهاش لازمة الكلام يعني وانا بنصحك يا احمد يا فاتحي لا تتحدث اطلاقا لا في السر ولا في العلن خالص انت مشيت وعملت بيان شيك ومحترم انتهينا شكرا شكرا استأنف حياتك وربنا يوفاك بمشيئة الرحمن عايز بقى بسرعة كده اصدقائي من اصدقائي خلي بالكو اصدقائي اوي هو السن بقى اللي هو الصغير ده خمس سنين وست سنين وثمان سنين وثمان سنين وثمان سنين وثمان دوله دايما انهم بروح اي حتة ببقى سعيد اوي بيهم لما بيجوا يتوقع حولي ويكلموا معي والصوروا معي قلبي بيرقص والله ساعتها قلبي بيرقص طبعا بفضل الله الكبار بفضل الله اللي اكتبهم هيلة لكن السن الصغير ده بقى انا حتى ساعتها بقى اقول اللي معايا بقى امرت ايه عارفيني بقى امرت كده يعني فنشوف الفيديو ده انا كمان بشكركم وببوسكم كلكم بحييكم كلكم بحبوكم كلكم والله ورسالتكم جميلة 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 زيكم داي نقرى بس سوشال ميديا الحقيقة اول رسالة جتني من صديق شخص لي اسمه متحة شلبي فهستأذنكم هقولها بسرعة قوي لانها جتلي على الخاص يعني بيقول ايه بعد الكلام الجميل طبعا الاولاني اللي بيبعثولي قال انا عارف ان انت علامي محايد ولكن استفزني تماما تناول الاعلام لموضوع احمد فتحي وكل هذي الدجة الاعلامية لمجرد رحيل لعب من نادي انتهى عقده وتعليقات الجماهير وسبه للعب لدرجة وصف اللعب بالخيانة في حين ان لعب الاسماعيل المميزين يتم اللعب في دماغهم وعرض ملايين الجنيهات طاهري ولكنه محب جدا للنادي الاسماعيل اقدر رسالتك تماما يا متحة جدا جدا وعندك كل الحق عندك كل الحق وشيء مستفز فعلا ان لعب من نادي الاسماعيلي يستضاف وممكن اكون انا كمان عملت ده اخبار ايه عروض الاهل والزمالك وكأنه يلعب في ودي اخ لا لا اطلاق انا موافقة جدا جدا وهي كلمة وعتاب في محله تماما واعتقد هتصوب ناس كتير في هذا الاتجاه طيب ناخد بقى اجابة سؤالنا مين بديل احمد فاتح شعبان خضير من حلوان من وجهة نظري اطهر الظاهر لاعب الهلال السوداني لاعب موهوب وجميل سعدة احمد سعد الجيزة مركز اطفيح قرية الكداية رجب بكر هيكون كويس احمد فوزي باهر المحمدي عنطر بوب عنطر بوب بيقول علي فتح علي فتح اي الصافي حبيبة كفر الدوار بحيرة ارشح اطهر الطهرة لاعب الهلال السوداني محمود السعيد مراد من سامول المحلة الكبرى الغربية الكسرنر ارنولد مش للدرجات يا محمود مش للدرجات محافظة دميات انا من رأيي حمدي النجاز تمام 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 اذا مع البلدوزر الكبير ولكن بعد الفاصل كابتن الكبير والبلدوزر الكبير كابتن مجد عبدالغان يا مساء الأنوار ساءل فولي يا مكبات وحش لي انت كمان جدا والله وحش لي قوي يعني كورونا بعدتنا اه نعم 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 ان شاء الله نخلص عليها قريب بإذن الله بإذن الله مصر والعالم هيتعاني ان شاء الله يعني ان شاء الله مش بعيد لك لسا بقول لك يا كنت تمشي الفلوانزة وخلاص خلي بالك ان وفيات الانفلوانزة في العالم ده بقى اكتر اكتر من كورونا انت عارف نسبة التعافي فيها 95% بصب بصب الفلوانزة ممكن يكون نسبة التعافي فيها 90% دي حقيقة يعني اكتر 10% 5% بصب بصب يعني كان اللي استشهد وكانوا وطبع الفلوانزة وخلاص ربنا يرحم الجميع يا رب ويعافي الدين يا رب قبل ما نروح لمبارتك الحلوة مع طبعا اليفنتس النيجيري ناخد كده كم سؤال فضل اولا بتقضي وقتك ازاي بص يا بوكبات ان بنزل الصبح اروح المكتب عشان جمعية اللعبين المحترفين برضو في بعض الاندية بتحتاج عمليات وبعض اللعيبة بتحتاج مساعدات وبرضو الاتحاد الدولي بيتابع دلوقتي ايه اللي بيحصل في عندوكو حالات في اللعيبة في الدوري عندوكو القرارات ايه اللي اتغدت الحكومة عملت ايه ايه انواع الاعانات اللي انت بتعملها للعيبة بص يا كابتن احنا بنعمل عمليات الرباط الصليبي والغضريف لاندية الدرجة التانية والتالتة والله اه اه بنعمل اه اعانات فيه لعيبة مثلا عملت عملية ودفعت الفلوس اه وحالتها المادية صعبة يعني في الحالة دي ممكن ان احنا نديها جزء من من العملية من التكلفة اللي عملوها اه برضو فيه من اللعيبة الادام بيبقوا برضو عندهم متطلبات وعندهم مشاكل مادية برضو طب بتتعاونوا مع الجمعية بتاعت اللعبين ان فيها كابتن ورجيلا دي حاجة واحدية واحنا حاجة تاني وانتو حاجة تاني ممتاز طيب نصيحتك سريعا للعبين حتى لا يفقدوا لياقتهم البدني والله يا كابتن هو اللعيبة دلوقتي معظمها فيه لعيبة طبعا ما عندهاش لكن معظم اللعيبة اللي في الدورة الممتاز قاعدين في كومباوند ويعني عندهم مكان واسع فرصة انه يقدره فرصة انه يقدر انه هو طب اللي عاعد في بيت بقى لا اللي عاعد في بيت يا كابتن لازم لازم يبقى عنده وقت ينزل يجري يعني انا انا مساء اما رحت اختبرته في البرتغال واعدوني في فندق حظي حلو ان الكرودور كان كتير طويل يعني فانا يعني عارف انها عقود اربعة ايام مش 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 يختبروني لسه يعني لسه قدام اربعة ايام وبالما انزل الملعب عشان يشوفوني فانا مش عايزة افخد ليقدي فبدأت اجري في الكرودور ده واعمل تمارين بطن وتمارين قوة واخش الدش بعد كده والبانيو اعمل بانيو سوق لحد فعلا منزلت عملت الاختبار عملت الاختبار جاي جدا طيب لو حد مسلا ما عندوش فرصة ان يونزل يجي لانا جبت النهارده فيديو مش عايف رأيك ايه واحد وقف قدام الرخامة رخامة طيب المضمخة والحمان حاجزة كده وعمل لا عمل مية في الارض وبعدين عمل عليها صابون كويس كده وبدأ يعملها تريد ميل يدوس على الرخامة يصرع يا ريت لو احمد جاهزة ايوا ايوا شفتها شفتها ديه قعد يجري ويصرع ويجري ويصرع حلوة اوي واحد تاني عملها زيت على 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 البلاط اه بس يقفش كويس بقى ما هو قافش في اللي قدامه قافش في حاجة قدامه وكده اه وعملها زيت وعملها برضو تريد ميل تريد ميل اه وبعدين انزل بعد اما جسمك يزخن اوي انزل شوية بطن شوية ضغط بالزبط بالزبط لا اما هو لازم 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 تتحرك اه بالزبط وبعدين لو في كومباونت برضو او او بلاش في كومباونت لو انت ساكن في حتة دايما فيهش كومباونت اه اه اصحابك بيتجمعوا ويلعبوا خمسة بخمسة في مكان مقفول اه ممكن تروح تلعب معهم اه اوي الترشح لانتخابات اتحاد الكرة القادمة ان شاء الله زي ربنا اراضي خلاص لا الا حد دلوقتي هافيش قوائم ام لا حد دلوقتي هافيش قوائم وما تعرفش لا وما تعرفش اه في كلام طلع ان المهανسهانة بوليدا لا حاطت مجموعة اسمها بس هو دلوقتي طبعا المهانسهانة بوليدا نازل انتخابات دا اكيد اه وكابت شو بير اعلن انه نازل انتخابات اي وااااا اعتقد ان محمود الشامي اعلن نازل انتخابات ببس عرئاسة لا اعتقد نائب رئيس كنائب أوكي اه 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 انت هتخش نائب او تخش روض لا لا انا مش عايز اعمل اه مش عايز اعمل معركة اه بالظبط يعني انا مش عايز اعمل معارك مع حده بالذات انه كله مصحاب يعني اه فالحد دلوقتي لسه ما فيش محد ما تعرفش ايه اللي ممكن يتم اختياره يعني اه وانت هتخش انت المرة فات دخلت فردي انا دخلت مستقل مرة لفات مستقل ونجح اه المرة دي تنتوي انت خلاص قلت هترشح نفسك تنتوي مستقل ولا اذا عرض عليك من جابها والله لسه على حسب بقى القوائم هتتعمل ازاي هل هل في قوائم ولا مفيش قصة ممكن المرة دي ما بقاش في قوائم اه مفيش حتى الان يعني ممكن اه 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 اوكي طيب قصدت قلت قبل كده ان اتحدوا كرة بقى من نقابة السيادلة والمهندسين مش كنت قلت حاجزة كده لا قلت قلت ان يعني اه اه يعني بتوع الكورة هما من حقهم يخش انتخابات اتحد الكورة طبيعي يعني ما ينفعش انا خش نقابة المحامين او نقابة السيادلة اه او نقابة المهندسين اه على اساس ان انا مش لا مهندس ولا محامي ولا صيدالي بالزبط فانا مكاني الوحيد اللي انا ممكن اخش فيه هو اتحد الكورة هو اتحد الكورة وخاصة ان انا خدمت وانتخب مصر بقى كمان يعني وجبت بطولات لمصر طبعا وخدت اوسمة من مصر فيعني الموضوع وبعدين انا دلوقتي الحمد لله بقى عندي خبرات كبيرة يعني اه طبعا بفضل من عند ربنا يعني سنوات طويلة انت في الاتحال يعني انا بقالي من 2005 اه بالزبط وخد بالحضرتك وبعدين انا مشارك في بطولة 2006 و2008 و2010 فيعني يعني وبعدين منش وبعدين البطولة اللي وصلنا في النهائي فيها كنت برضو كنت عضو مجلس ادارة اه اللي هي في الجابون اللي وصلنا فيها الجابون دي اللي في الجابون وكاس العالم وبعدين روحنا كاس العالم بعد 28 سنة ولا 29 سنة اه برضو يعني انا في الاتحال اللي راح بالزبط فيعني الحمد لله في انجازات كتيرة تقليص العدد ل95 نادي يخدم اكتر والله هو هو يعني يسهل العملية الانتخابية ايوه يطمع الناس انهم يخشوا كتير بالزبط لكن هو اصعب اصعب ليه لان الاندية التانية اللي هي اندية الدرجة التانية والتالتة دي كانت تعتبر عزوة يعني يعني بتاخد منها اصوات كتير بتاخد اصواتها وبتعرف وبعدين بتعملك فرق في الانتخابات اه وبتخلي في حد بيطلع بأصوات عالية وحد يطلع بأصوات عالية واكتر موضوعي اعتقد كده يعني ممكن يعني اللي هو حرب مثلا صديقنا العزيز احنا انا بعزه جدا وهذا الرجل رجل محترم جدا 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 تاريخ تاريخ فعلا سقط في الانتخابات بتاعت بالضبط كابتن سامير زي بتاعت الكابتن سامير ما كانت تامنين او خمسة وتمانين بالضبط بالضبط اه كان بينجح في الانتخابات لن تبقى عددها كبير قلص هو بقى خمسة وتتسعين ونتصور بإذن الله ستفرز ان شاء الله ان شاء الله الافضل الافضل بمشاة رحمة ان شاء الله بإذن الله ماذا عن مباراتك الهمة جدا سنة خمسة وتمانين نتحدث ولكن نروح بقى لمباراة لا تنسى نهائي كأس الكؤوس الافريقية 85 الاهلي امام ليفينتس النيجيري هقولك بس الاول جاريت الاهرام قبل المباراة الاهلي بطل افريقيا مع ليفينتس المعجزة باستاذ القاهرة اليوم نجاح خطة الاهلي يكتمل بتفاهم الجماهير لراجال لاعبين ده الستاذ ابريم حجازي راجال لاعبين كنتوا بترجو مثلا هم يشجعوهم لا هو ليه ليه المعجزة لان ظهرت فجأة اللي هو ليفينتس الفرة دي ظهرت فجأة جمعوا اللعيبة احسن لعيبة في دنجيريا خدوا بيهم الدوري وبعدين امشتركوا بيهم بطولة افريقيا وما لهمش خبرة في افريقيا لكن وصلوا النهائي اه ظهروا في هذا العام فظهروا في العام ده وبعد كده اختفوا اختفوا مفيش بقى ليفينتس تعال انا وريك بقى الهدفين وبعدين نتكلم في الزكريات يلا طبعا رحمة علالك ابت حسن مذكور قال الخطيب سبهاله ايه بقى اللقطة دي الكرة بعيدة عن الخطيب هو كان لازم ايه طبعا خطيب شعبية كبيرة طبعا وكل المعلقين بيحبون طبعا طبعا وإحنا بقى لسه عال صغيرة طلعين يعني يعني الكرة دي ما كانتش بتاعة بيبو لا هو ما عملش ده جاية من ورا اه باك وباك يعني كان ربيع ناحية الشمال ايوا وكان في الوسط محمود صالح ايوا وكان حمدى براضي حمدى براضي ناحية اليمين وكان فيه خالج جدال جايلك وهو اه اطفال انا بقى المفروض ألعب لبرو اه لبرو مع محمود صالح انا ألعب لبرو مع محمود صالح اوكي فأنا والكرة معانا انا مش لبرو ام الكرة معانا انا لبرو متقدم اه يعني انا جاي بالجون ده وانا المفروض ان مكاني لبرو اه بس ببقى اننا بنلعب على ملعبنا والكابتن جوار الله رحمه وحسن ليه كان عبقر يعني اه جدا اه اه والكابتن جوار عارف ان احنا المفروض نهاجم فبدل ما يلعب بتلاتة في نص الملعب بقينا اربعة لما ضم لهم اه هنبقى اربعة فهنستحوز على نص الملعب اه الفرقة بقى كانت عمالها تطفش وفرقة اجسامها كبيرة والشوت الاولاني تطلع صفر صفر مش عارفين يجيب غوان اه واخبالك فأنا في الشوت التاني قررت انه اتقدم اوي اه واضح من الجون اه يعني قررت انه بقى بقى ايه يعني ميل شوية وراءة المهاجمين بص احنا بدلعب بتلاتة مهاجمين اه 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 mut�� jabrabo 지난 winn وزكريا ناصر وزكريا وراضي ومصطفى عبدو دي جابها اليمين جابها قوية جدا 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 انت واخب بالك معاك بقى راسلنا حربة الخطيب والمفروض انه طاهر خرق طاهر ولعب الخطيب وزكريه في الشوت التاني وزكريه ما بينزلش زكريه بقى راس حربة جنب الخطيب الخطيب بقى ولو كان بقى بينزل شوية يستلم لو عايز لما بيتزنق عليه بينزل شوية يستلم ويروح من غير كورة جميل ده كانت مباراة الزهاب مباراة الزهاب احنا دايما كنا نحب مباراة الزهاب تبقى هناك اختم عندي عشان انا باعرف انا عايز ايه انما انا بكسب اتنين وانا مش عارف انا رايح اقابل والحكا بشكله ايه والملعب شكله ايه والدنيا شكلها ايه روحتوا بقى هناك طبعا بنلعب الظهر درجة الحرارة عالية جدا في نيجيريا جدا 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 فترة الظهر دي ممكن درجة الحرارة والرطوبة توصلها الاربعين خمسة واربعين واخبالك ايه اللعيبة كانوا طوال جدا لعيبة كان اللعيبة اللي كانوا متنقين كانوا لعيبة طوال وكان دايما بيعتمدوا على القاوت القاوت بيعملوه زي كورنر وعملقة بقى فمتحت رمضان مرة في كرة سرنا هناك واحد صفر بس بالعافية احنا كنا مقافلين جامد يعني مصطفى يونس كان بيلعب ويعني الفرقة كملت هناك في كورة من الكور بصنا لقى متحت رمضان اما طلعك كورنر ايه متحت تب طلعك كورنر ما قدامك القاوت قالك يا عبيد ده كورنر اشغل من القاوت ده مخافيل جدا بس خلي بالك مصطفى يونس ما كانش في متش العودة ما رحش في متش العودة اه لا 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 متحت رمضان ضياء السيد محمود صالح ربيع ياسين وطبعا كان ثابت البطل الله يرحمه يبقى ضيئة وبقى ان طبعا مجدي عبدالغاني طهر ابو زيد علاء ميهوب محمد عامر الخطيب زكريا ناصر اه وانتهى المات شو حصفه وإحنا كتبانين هنا اتنين اتنين فاخدنا البطل اخدتوا مكافأة دي بقى لا ما اخدنا ما عرفش يمكن خمس تلاف جنيه ولا حاجة بس كده بس كده ياما اه الدنيا بس خمس تلاف كانوا بردو اه يعني هو بقى ايه ممكن تبس ولقى محبي يديك ايه يديك صفرة مرة اخدت ايه معلم اخدت عفش بس مش فاكر لا والله اه والله مرة واحد يعني واحد محبي بتاع موبيليا اه اه ضمياطي والله ادى بقى ادى كل مش فاكر والله اه اوكي ا ادى ايه بقى بتل ادى كل اللعيبة يعني اللعيبة اطأم اه اللعيبة اللعبة المااتش اه كان في محبين ايه اه طبعا جدا في جريت الاهرام بعد المباراة سيدي في الاهرام الاهلي يهزم لفنتس المعجزة 2-0 ده بعد الماتشق الاولاني 2-0 في اخر 15 دقيقة ما احنا انا في الديئة 30-29 الكابتن قال في الديئة 29 اا 29 من الشوت التاني اا حسن محكور من الشوت التاني شوت الاولاني كله مش عالفين كله ما فيش اا لأن فرق قوية وموقفين يعني كانوا وقفين دفاع بشكل رائعي بالضبط فرصتنا أكبر يوم 8 ديسمبر للاحتفاظ بالكاس لكن علينا التأكد بأنها ستكون مباراة صعبة وفعل نزام التحكير أنا قبلها بقى كنا باللعب الجابون 84 خدنا بطولة أبطال الكووس برضو أنا برضو جبت الجول التالت واخسرنا هناك اتنين يعني الجول اللي بيجي اتنين بتكسر واحد خرج ملعبك تلاتة بتكسب تلاتة وتخسر اتنين الزبط فأنا جبت الجون التالت وبعد كده المتش اللي بعده كانون يا ويندي 86 كانون يا ويندي كسبنا هنا واحد صفر أنا اللي جبت الجون برضو وبعد كده روحنا هناك خسرنا واحد صفر واللي عمنا ضربات جزاء وكسبنا بدربات جزاء وكسبنا بدربات جزاء ذكرات بتواجه جميل بتعيش انت حالة تانية انت رجعتني اه لا ايام بقى الجانية تكنت بتجري جنب الاوتوبيش اه اه والله انا فاكر انا كنت بتجري جنب الاوتوبيش شرفتوا نورت ابو كبات شكرا جزيلا شكرا جزيلا غدا بمشيات الرحمن لقاء جديد اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة